حول الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغدادة دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك معنا دكتور واثق نحن على عتبة إنهاء خلافة داعش في العراق ووجوده بشكل دائم ما تبقى الآن هو قضاء ايراوة والقائم قبل أن ندخل في تفاصيل المرحلة المقبلة بعد طرد تنظيم داعش ما هي توقعاتك لهذه المعركة النهائية ضد التنظيم على الحدود في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا العملية شكرا جزيلا العملية مخططة إلها وكان هناك ترتيب عالي المستوى والعملية انطلقت بأربع محاور وليس ثلاث محاور على اعتبار هناك محور آخر انطلق من منطقة غرب الموصل باتجاه صحراء الرمادي ليقوم بتمشيط المناطق الكبيرة الموجودة في منطقة وادي حوران العملية أنا أعتقد في راوة لن تكون هناك مشكلة الأمور تسير لكن أنا أعتقد معركة القائم قد تكون معركة أصعب لوجود عمق لتنظيم داعش الأرهابي عبر الأراضي السورية فضلا عن وجود أنفاق عديدة ويرجح أن المجرم البغدادي وفق المعلومات الاستخباراتية موجود في هذه المنطقة المحصورة بين القائم وبين راوة قبل قليل قوات العراقية حرت 126 عائلة من النساء والأطفال كانت حجزهم تحتجزهم تنظيم داعش الأرهابي قرب مدينة القائم وأيضا من المستجدات التي قبل دخول الستوديو تحرير مفرق راوة ومنطقة الحصى والسيطرة الكاملة على منشآت التيوان لذلك أنا أتوقع يعني العملية قد تستغرق من 15 إلى 21 يوم تنتهي هذه المعركة والمقاومة الكبرى ستكون مقاومة تلقائم أريد أن أفهم منك بعد انحسار مساحات داعش إلى هذه المناطق الحدودية الضيقة جدا التوقعات بأن ينتقل هؤلاء المقاتلين ويحسموا الأمر بما أن المعركة خاسرة خاسرة في العراق وينتقلوا إلى مناطق في سوريا أم أن هناك مواجهات فعلية تحدث الآن في راوة وفي القائم لا هناك مواجهات فعلية تحدث الآن وهناك معارك لكن التنظيم يحاول أن يناور عبر الأنفاق الموجودة لذلك الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي يمارس هذه الأمور خاصة بعد انحسار داعش بعد تحرير منطقة الرجل هذه أنفاق يختبئ بها داعش دكتور واثق أم يهرب منها إلى خارج العراق هذه الأنفاق ترتبت من فترة طويلة من عام 2014 وتم تطويرها تشمل مساحات واسعة من الأرض تستخدم لأغراض الاختباء لأغراض القتال لأغراض الدعم اللوجستي ولأغراض الفرار لذلك أنا أعتقد بعد التحرير ستكون هناك عمليات التمشيط لهذه المناطق طيب بما أنك تحدث عن موضوع مع بعض التحرير يعني دعنا نقفز قفزة ونقول أن اليوم العراق طرد منه تنظيم داعش بشكل كامل ما الذي يضمن اليوم عدم عودة مقاتلي داعش مرة أخرى عبر الحدود العراقية وتمتد الحدود العراقية كما يعلم الجميع وتعلم حضرتك تمتد على مساحات طويلة جدا وخاصة مع سوريا ما الذي يضمن اليوم ما المطلوب اليوم من القوات العراقية بكافة اختصاصاتها كي لا يعود هؤلاء المقاتلين مرة أخرى سواء العراقيين أو الأجانب إلى العراق من جديد ويعودوا للانتشار وتأسيس كأن نعود ثلاث سنوات إلى الخلف أن تضبط الحدود العراقية مع دول الجوار وهذا الأمر أصبح حم مشترك لكل دول الجوار وربما زيارة السيد العبادي لخمس أو سد دول مؤخرا كان ملف الأمن وضبط الحدود تبادل المعلومة الاستخباراتي هو الأهم ولكن أيضا بعد المعركة هناك مشروع طرح العراق ربما الآن هناك حوار عالية في المنطقة وربما حتى في العالم كيف تقضي على الفكر الإرهابي كيف تمنع وصول المنبر الدين المتطرف أيضا هذا أمر يحتاج إلى وضع جديد أيضا قضية سياسية أخرى موضوعة العدالة التعامل احتضان الناس الموجدي في هذه المناطق كلها من هذه القضايا لكن يبقى الأهم هي موضوعة حفظ الحدود حتى يكون هناك تسلل من قبل أعضاء التنظيم بين الدول وتكون لهم فسحة من الحركة نقطة أخرى دكتور واثق يعني هناك من يرى بأن مرحلة الذئاب الجريحة والتي بدأ أو دخل فيها منذ فترة مع اشتداد المعارك ضده تنظيم داعش هي الأخطر وهي الأعنف لأنه يعتمد على تفجيرات على هجمات منفردة هنا وهناك كيف ستضبط هذه الأمور خاصة مع وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش من العراقيين؟ أنا كنت أقول حتى في قناتكم الكريمة عندما ينتهي تحرير العراق لا يعني أننا انتهينا من داعش وحتى على مستوى العالم عندما يأتي مئة ألف متطوع العراق والسرع العدون إلى دولهم خلايا نائمة في كل عالم هذا الأمر يحتاج إلى عمل استخباراتي كبير قبل ثلاث أو أربعة أيام وفي العاصمة بغداد استطاعت قيادة عملية بغداد أن تمنع حجوم كيمياء وبغاز الكلور في إحدى أحياء بغداد إذن الخلايا النائمة لا تزال موجودة ستمارس عملها المطلوب تفعيل العمل الاستخباراتي أولا إيجاد معدات تستطيع أن تكشف المتفجرات تمنع عبر المتسللين وحتاج إلى تعاون مع المواطنين في هذا الأمر أشكرك جزيلا شكر الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد